في مقابلة في برنامج اسمه هوت توك يعني كلام قاسي هي كانت مقابلة مع امرأة من أصل عربي لبنانية أظن سفرت إلى أمريكا ودرست في الجامعة هناك ثم استطاعت شياطين الإنسي والجني أن يسحبوها إلى صناعة الدعارة صناعة أفلام الفاحشة صناعة أفلام البون البون يعني هذا فكانت المقابلة معها تحكي عن تجربتها أنا طلقت لي صدفة على الفيسبوك يعني ومو أنا اخترتها وحسيت أنه فيها كلام ممكن أنه أخذوه حتى أفيد الناس فيه فاستمعت لها المهم كان المزيع يعني مستغرب المزيع كان مستغرب منه أن كيف هذه مثل هذه الفتاة التي تأتي من أصل شرقي عائلي لا أعلم كانت مسيحية أو مسلمة لكن شرقية عندها شيء اسم الشرف والأخلاق والدين ثم تصبح ممثل الدعارة كيف سطاعوا أن يلعبوا عليها هي نفسها يعني من وجهها ترى أنها نادمة على هذا يعني ليست سعيدة هذا أكيد كل إنسان يظن أو يصدق أن هناك عاهرة أو ممثل الدعارة أو ممثل دعارة هو سعيد بعمله هذا فهو مغبون هؤلاء أغلب الناس الذين يعملون في هذا المجال مستعبدون من آخرين عن طريق عقود مادية وكذلك عن طريق المخدرات يستهلكون بأبشع صور الاستهلاك ويعاملون أبشع صور المعاملة المهم يا إخوتي فهي حكت له كيف استدرجوها إلى هذا الطريق الحقير الوسخ كانوا لطفاء معها وفي البداية وناس الظرفاء وكرمة وكذا في البداية يعني وبعدين صاروا شوي شوي بعدين سيطروا عليها قال لي كيف رضيتي أنت تضعي الحجاب ونفس الوقت تمارسي فعل الفاحشة فقالت له وخفت غصم عني ما جرأت أقول أنا لا أريد ولكنني لم أجرأ أن أقول لهم لا لأنه سيطروا عليها نفسيا وماديا وفيزيائيا وماديا يعني كل حاصرة من جميع الجهات لما يصير إنسان كالذئاب إذا الذئاب حاصروا غنمي من جميع الجهات شو بدا تسعي وين دا تروح من جميع الجهات الذئاب وين دا تروح تروح على اليمين يأكلها الذئاب وين دا تروح على اليمين يعني قالت إن هي نادمة يعني هذا الشيء بعدين قال لها شيء قال لي طفلا أنت ندمك هاي الصور تبعيك والأفلام إذا ندمتي بفيك تشيلية مع الإنترنت قال هي قانونا ما بحق إلا أول شيء تشيلة تاني شيء انتشرت في العالم كله الجوجل وهون وناس عملت له سبارا يعني عملت له تخزين على على الهورد ديسك وعلى على أماكن أخرى يعني حتى لو ندم يتتابت إلى الله وهي شو هاي الصور تبحها عارية قال لي أنت شو كما نكملكم بقى النقطة حتى لو إدرت تشيلة من كل الهورد ديسك ولكن هناك أذى هناك أذى هذه الأفلام وهذه الصور قد أثرته في كل شخص شاهدها سواء عن طريق الصدفة أو عن طريق الإرادة لأن هذه الصورة خلص صارت هون في الدماغ في دماغ الشخص يعني كل ما يراه الإنسان كل ما تراه خلال حياتك ينخزن يعني لو فتحنا طاصة المخ يمكن فتح طاصة المخ والإنسان على وعيه تخدير موضي فقط ثم أحضرنا محرضا الكترونيا يعني كهربائيا وحرضنا بعض المناطق من قش الدماغي فجأة تظهر الصور القديمة وتظهر هذه الصور المرأة هذه العارية بمعنى أن كل صورة لمرأة عارية أو لرجل عاري تبقى موجودة في دماغ كل من شاهدها إلى يوم الدين ثم يوم القيامة تشهد موجودة ما تروح يعني لا تظن يوم من الإيام أنك إن شاهدت صورة فإنها تحدث نكتة في قلبك ذلك النظر غض البصر مهم جدا لأنه الأذى الذي يحصل لا مرد له ولا رجعة عنه كالكلمة المؤذية عندما تخرجها لتعود كل فعلين لأخرج ما يعود فهذه النقطة يعني خطيرة للغاية خطيرة خطيرة لأن كل إنسان تأذى بسبب هذه الفعل هذا سوف تحاسب هي عليه والذين دفعوا لها والذين قاموا بهذا العمل ثم قالت أنا أخجل عندما أمشي في الطرقات لأنني أحس نفسي لم يعد لي خاصية لأنني أظن الناس يروني عورتي أنا أمشي في الشارع أطلع عن ناس أحس أنهم يروا عورتي أنا لابسي ملابس لكن أحس أن الناس ترى عورتي فكان شعورا صعبا جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا وأن ينقذ كل إنسان وقع في هذا البلاء وأن ينتقم من أولئك القوادين الذين يستغلون الناس بأبشع صورة موجودة ويعاملون المرأة والإنسان بشكل عام أسوأ معامله اللهم آمين أسأل الله سبحانه وتعالى